أبدأ مع حضراتكم الحلقة بقرعة كاس العالم اللي الحقيقة أصفرت عن صدمات عنيفة يعني خلينا نشوف كده القرعة أصفرت عن إيه أنا كلمتكم طبعا عن مواجهة مصر والسنغال وبالمناسبة اللي صحب القرعة نجم توجو أديبايور ونجم السنغال طبعا حاج دوف اللي اختاروا مصر والسنغال في مواجهة أولى وبعد كده عندنا مواجهة مليارة تقيل جدا جدا يمكن تكون الصدمة الأصعب يعني أنا بشوف أن الكاميرا من الجزائر هتكون أصعب مباراة أو أصعب مواجهة يعني في مواجهة تقاهل لكاس العالم غانا ونيجيريا مواجهة إلى حد ما يعني بشوف كافة نيجيريا أرجح إلى حد ما لكن غانا في كاس العالم يعني برضو ما اعتقدش أنه هم هيفرطوا في فراسهم بسهولة المغرب من حسن حظه من حسن حظه يعني أنه جي في طريقه الكونغوي وكونغو نسبيا يعني بالأرقام يعني تعتبر أقل منتخب في العشر منتخبات ففرص المغرب المغرب طبعا فرقة محترمة جدا جدا يعني وكنت أتمنى أنه ما بقاش فيه صدام عربي عربي وقد كان يعني مصر هتلاعب السنغال الجزائر هتلاعب الكاميران المغرب هتلاعب الكونغو تونس هتلاعب مالي الصدام العربي الوحيد اللي كنت بتمنى مصر وتونس بالمناسبة لكن ما علينا تونس هتلاعب مالي في مواجهة صعبة جدا لأنه منتخب مالي منتخب محترم جدا وزي ما هنشوف صلاح ومنيه في مصر والسنغال هنشوف ديانج ومعلول في مالي وتونس خليني مرة تانية أقول لحضراتكم آه طبعا المنتخب السنغال منتخب محترم جدا وعلى مستوى الأسماء أولا هو وصيف حمل لقف في البطولة الأخيرة مكمل المشوار في البطولة دي ما خرجش على الرغم أنه عرضه متواضع قوي يعني هو بالمناسبة للمتابعش ومطشط السنغال هي السنغال تصدرت مجموعتها ازاي؟ تصدرت مجموعتها بجول واحد المنتخب السنغال أحرص في البطولة دي هدف وحيد هدف وحيد من ضربة جزاء كان نتيجته أن يوصل السنغال اللي صدرت المجموعة مطشين اتعدلوا فيهم ومطش كسبوه بضربات الجزاء بنتيجة واحد صفر فبقى عندهم خمس نقط فتصدروا المجموعة فاللي عايزة أقوله أنه مردود السنغال في البطولة مش عظيم قوي ما هواش منتخب السنغال اللي احنا شفناه في بطولة 2019 عندنا هنا في مصر ما هواش منتخب السنغال اللي ممكن تقيس قوته على اسم اللاعبين اللي بيمثلوا قوات ضربة في المنتخب السنغالي سدي وماني على كل بالي على مندي وغيرهم 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 عروضهم ما بتترجمش ده بالإضافة أنه احنا تاريخيا احنا حزوزنا على السنغال أعلى بكتير يعني احنا لعبنا مع السنغال 13 مطش جمعنا بالسنغال 13 مطش منهم سبع مطشات كسبهم المنتخب المصري واربع مطشات كسبهم المنتخب السنغالي ومطشين انتهوا بالتعادل كل ده طبعا ملوش علاقة بالمواجهة احنا بنتكلم على المطشين ان شاء الله بإذن الله المطش اللي بانتلقى في القاهرة يوم 23 والمطش التاني هتلقى بيوم 29 ممكن تحصل تغييرات يوم قبل يوم بعد لكن احنا بنتكلم على آخر أسبوع من شهر مارس من هنا من هنا من النهاردة لآخر أسبوع في شهر مارس حاجات كتير جدا والله بتكلم بصرف النظر عن مشوارنا في أمم أفريقيا لقدر الله لقدر الله طلعنا قدام كوديفوار أو ان شاء الله وان شاء الله وصلنا للمبارنة هائية وتوجنا حتى بلقب البطول لكن انا بشوف في حاجات كتير جدا في حسابات المنتخب الوطني على مستوى الجهاز الفني وفي حاجات كتيرة جدا في حسابات اللاعبين محتاجين نرجحها ومحتاجين يكون لنا وقفة هو الجيل ده بجد عايز يوصل كاس عالم ولا لأ الجيل ده بجد يقدر يوصل كاس عالم ولا لأ شوفنا أنا يعني ما كنتش عايز أتكلم عليها وما كنتش عايز في التوقيت ده وإحنا رحين لمطش كوديفوار أفتح صفحة مصر والسودان لكن لا يعني مع كامل التقدير والاحترام لمنتخب السودان وإن احنا كان الجيم طبعا كفته أمية اللي صالحنا بكتير لكن لا مش ده منتخب مصر يا جماعة ومنتخب مصر لاجب أن يكون أبدا في مركز محسوم لإسم بصرف النظر على المستوى مهما كان الإسم ده مين مهما كان إسم اللعيب ده مين ومهما كان حجم التأثير وإيه ومهما كان رد فعله ممكن يكون إزاي منتخب مصر مفتوح للرجالة اللي عايزة تبزل كل مجهودها وتبزل أقصى طاقتها عشان ترفع إسم المنتخب فوق لكن مش محتاج أبدا لعيب يورس مكان أو مش محتاج أبدا لعيب يلعب برصيد سابق أو مش محتاج أبدا لعيب يلعب عشان بس اسمه محترف برا مصر أنا بكل صراحة بس يعني هو الكلام ده ما ينفعش يتقل دلوقتي بصراحة يعني ما كنتش حابة بفتح مصر والسودان دلوقتي لكن في النهاية لما يتكلم على كاس العالم وبصرف النظر عن مشوار مصر في أمم أفريقيا لا في حاجات كتير جدا محتاج مراجعة حسابات فيه لعيبة كتير جدا لازم أنها تتقيم بشكل موضوعي قبل ما نروح لمواجهة السنغال في أسماء كتير غابت عن منتخب مصر في أمم أفريقيا تستحق إذا ثابت بالدليل يعني بالتجربة بعد ما يرجع النشاط يتم استقنافه مرة تانية الأهلي عنده أفريقيا بيرامتز عنده أفريقيا إذا ملك عنده أفريقيا المصري نفس الحكاية مطشط الدولي هترجع تشتغل فيه أسماء أعتقد ثابتة بالدليل القاطع نتيجة المشاركة طبعا المطشط والمستوى اللي احنا شفناه أنها تستحق أنها تكون موجودة في المنتخب المصري أنا ممكن أحط لك عشر أسماء على الترابيز لكن زي ما قلت لك مش وقته الكلام ده نفتحه ونتكلم فيه بكل التفاصيل بعد ما تخلص أو بعد ما يخلص مشوار مصري في أمم أفريقيا لنتمنى نتمنى يكون لأبعد نقطة يعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن احنا نوصل مربع دهبي على الأقل نهائي يبقى شيء رائع يا سلام بقى لو رجعنا باللقب يبقى شيء عظيم جدا 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 ومهمة آه صعبة جدا ولكنها أبدا مش مستحيلة طيب خليني أقول لحضراتكم وقبل ما أدخل في تفاصيل استعداد الأهلي للأسف